لا شيء يرهب الطغاة مثل الكلمة، فهي مفتاح الثورة والوعي وبوابة الخلاص للشعوب المقهورة، فلم ولن يجد الحكام بداً من محاولة وأد الكلمة وتكميم الأفواه خوفاً على عروشهم من الزوال. امتازت العملية السياسية في عراق ما بعد الاحتلال بصيغة لا قانون وضمحلال الدولة، لكنها في الوقت ذاته امتزجت بالدكتاتورية والقمع، فصارت مثالاً فريداً للفوضى المستبد. تتزايد حدة تضييق على حرية التعبير في العراق من خلال استغلال سلطة القانون بفرض قرارات غير مسبوقة، تضع المؤسسات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الشخصية للمواطنين تحت الوصاية، ما أثار مخاوف من ترسيخ الدكتاتورية وقمع حرية التعبير في البلاد، لسيما وأن عقوبات قضائية وغرمات مالية تنتظر المخالفين. السلطات الحكومية أعلنت بغطاء القضاء تشكيل لجنة لرصد ما أسمته بالمخالفات الدينية والأخلاقية في مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبة المخالفين، وتضم مجلس القضاء الأعلى وجهاز الأمن الوطني وخلية الإعلام الأمني وهيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين ونقابة الفنانين. نخصت مهام اللجنة بعبارات فطفاضة تكمن في العمل على تحديد المخالفات ومن ثم المحاسبة بالتزامن مع سعي جهات سياسية لتمرير القرار في البرلمان تحت مسمى قانون حرية التعبير، والذي عده الكثيرون سابقة خطيرة في البلاد قُبلت بمخاوف من استغلالها سياسياً لقمع المواطنين وتكميم الأفواه. لفترة طويلة عن الناشطون والإعلاميون من الجيوش الإلكترونية التابعة للأحزاب والميليشيات التي تراقب الصفحات الشخصية وتهدد بقتل كل من يخالف أجنداتها، إلا أن تلك الرقابة أصبحت اليوم ذات غطاء قانوني. حقوقيون أكدوا أن هناك إرادة سياسية تتحكم في إصدار القرارات والقوانين وفقاً لأجنداتها الخاصة، خصوصاً تلك القرارات التي تحد من حرية التعبير وتقمع الصوت الحر في البلاد، إذ يتدخل القرار في عمل المؤسسات الإعلامية، بل أنه يتدخل حتى في تحديد اختيار الضيوف الذين تلتقي بهم المؤسسة الإعلامية، ما يعني أن المؤسسات ستكون مرهونة بسياسة الدولة فقط.